Hello everyone, how are you? I hope you are very well. I'm your English teacher Miss Seja. Today we have Unit 2 Lesson 4. Its names, do you want an orange? طبعا before my explanation قبل شرحي لازم أقول لكم انه do you want, do you want معناتها هل تريد? هل تريد? مثلاً أسأل أخويا عن مراغبته وأقول له ماذا تريد بالانجليزي طبعاً بهذا الدرس أتعلم شلون أستخدم أن ومتى أقول أوران طبعاً أوران هي أدوات نكرة استخدمها قبل الأسم تمام استخدمها وين قبل الاسم كحبيباتي طبعاً الأ أستخدمها قبل الاسم وقبل الكلمات اللي تبدأ بحرف صحيح حروف الصحيحة كل الحروف اللي باللغة الإنجليزية معدها حروف العلة الخمسة اللي هي O-A-E-I-U O-E-A-I-U هاي الحروف العلة تمام إتس ألامون إتس ألامون إتس ألامون إتس ألامون إذن هنا استخدمت آلها اللامون تبدأ بحرف صحيح وليس حرف علة إتس أن أورانج إنها برتقالة إتس أن أورانج طبعاً هنا استخدمت آل لأنه عندي كلمة أورانج تبدأ بحرف O اللي هو من الحروف العلة ووتر ميلون إتس آل ميلون قلت آل لأنه الكلمة تبدأ بحرف صحيح إتس آل آيس كريم إتس آل 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 it's a sandwich عندي هنا السانويتش اللي هي شطيرة تبدأ بحرف صحيح تمام حبيباتي listen and take it's a or an اسمع و اشر اما الكلمة تبدأ بa or an it's a cake yes تبدأ بحرف a تمام it's an ice cream it's an ice cream ice cream اذا انا سماعت او لفظت pronouns and ليش لانه ice cream تبدأ بحرف a حرف الا it's a water melon it's a water melon قلت ال in water melon تبدأ بحرف صحيح ليهو w it's a pizza it's a pizza اذا شنو سماعت ا ا تمام it's an orange an orange قلت ان ان وليس ا ا اوكي it's a lemon it's a lemon i say قلت a lemon تبدأ بحرف لال اللي هو حرف صحيح تمنى الدرس يكون حلو وخفيف ومفهوم ويا رب تستفادون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر